محمد التركي يعلق على صدور حكم ضده بالحبس ويهنئ دين بطم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علق المنتج البحريني محمد الترك على الحبس الصادر ضده من المحكمة الابتدائية بمراقش بتهمة التحريض على الفساد في القضية التي اقامتها ضد الفنانة دونيا بطمة موجهن التهنئة لها على الفوز بالقضية واعتبر محمد الترك ان تلك هي الجولة الاولى في المعرقة بينه وبين دونيا بطمة ولكنها ليست النهائية مؤكدا ان تلك القضية لن تؤثر سلبا وان ضميره في راحة تم وكتب محمد الترك في ستوري له على حسابه على انستجرام موجهن التهنئة الى دونيا بطمة مبروك الجولة الاولى وانا ضميري مرتاح لانها اصلا مكاين ولو عارف المعرقة لتربح من الجولة الاولى باقي جولات كثيرة ونفس طويل شكرا بلدي الثاني وكانت المحكمة ادانة المنتج البحريني زوج دونيا بطمة السابق بالحبس ثلاثة اشهر مع غرامة قدرها ثلاثة الاف درهم بتهمة التحريض على الفساد كما ادانة المحكمة الشاب وصال بالحبس مدة مماثلة ونفس الغرامة وادانة المحكمة التقاط الصور ومقاطع الفيديو لاشخاص داخل مكان خاص ونشرها دون موافقتهم في اشارة لمحمد الترك ووصال واصدرت حكما ضد المسور بسلاسة اشهر مع الايقاف وغرامة قدرها الفين درهم اعزاء المتابعين وبكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بامان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته